السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إصابات كورونا تزيد في كل مكان ونرى البحيرة ونرى كفر الشيخ ونرى أماكن كثيرا فيها مدير مدارس توفاهم الله وستشيرهم من كورونا ربنا يرحمهم جميعا أما وزير التربية والتعليم يقول لك إصابات كورونا في المدارس ما بين 200 إلى 300 حالة حتى الآن يا ريت يا جماعة تقولوا في التعليقات قولوا لهم مش 200 إلى 300 قولوا لهم كثير عشان يبقى عارفهم كان ما يوصلوش الخبر الدكتور طارق شوق وزير التربية والتعليم يقول لك الدكتورة هلا زايد وزيرت الصحة أكدت ربنا يديك الصحة بأنه أكبر نسبة إصابة لأشخاص في المدارس مشهلا للضوابط وضعت لنشرة مؤنينة بين المواطنين وليس القلق وإذا تم الاشتباه في طالب نقلق الفصل بأكمله احتياطيا حتى لا يتم نقل العدوى يا ريت يا دكتورة وأكد وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الإعلامية أن غلق الفصل لا يدل على وجود مأساة ولكن إجراء احترازي يا جماعة قالك الأرقام قليلة من الممكن اللي احنا نقل في الفصل بسبب إصابة واحدة الأرقام ما بين 200 ل300 شخص معظمهم كبار السن يا جماعة وليسوا أطفال في 60 مدرسة 60 ألف مدرسة يعني معناها ما تخافوش يا أولادنا الأمان أمان موجود في مدارسنا عشان كان الدكتور طارق شوقي بيعلق وبيقول على ما يتردد بشأن رفع الغياب في المدارس خلال العام الدراسي بسبب كورونا أنه يتم تسجيل الغياب وفقا لجداول الحضور الإسبوعية يعني يا أولاد الحلوين ما تغيبوش عشان هتكتبوا غياب وربنا للصورة هعط القيد يا دكتور طارق الناس بتغيب يفرض عنده برد يفرض عنده أي مشكلة مش عاوز يعني زميله فيا يا باشا ارفع الغياب عشان نقدر نقول يا أولادنا خلي بالكم من إخواتكم يا أولادنا خلي بالكم من نفسكم لكن انت يا دكتور طارق مفيش رفع غياب مفيش رفع غياب تم طلبها تعبانة على ما تروح تعمل كشف صحي وتقولك ده أنا مريض وكلام من ده حليني بقى أوضح الدكتور شوقي قالك إن الشائعات مرتبطة بظهور كورونا في المدارس مبالغ فيها جدا رغم إن الوضع على أرض الواقع مستقر جدا يا جماعة بنلاقي عليكم اكتبول في التعليقات وقولوله ان ده وضع مستقر ولا يمكن بيقرأ تعليقاتنا هو كده كده بيشوف قناتنا بس عاوزين يشوف تعليقاتنا ويشوف التعليقات هتوصل ليه وزودوا اللايقات كتير علشان يقدر الفيديو يوصلوا والأعداد غير مقلقة جدا يا دكتور طارق أيوة بيقولك غير مقلقة والدراسة مستمرة بشكل جيد يا طرح إيه اللي جاي هنستنى من إيه تاني يا توفاء الله هنستنى كم طالب هنستنى كم مدير ربنا يحمي مصر والمصريين اللهم احفظ مصر من كل وباء لعين قولوا دايما أمين كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال اندلس اللي ما اشتركش في القناة ينزل اشترك ويفعل جرس الكل عشان يصل الجماعة إشارتونا أول بأول ما تنساش اللايك عشان يوصلوا لدكتور طارق شوقي من خلال قناتكم قناة أجيال اندلس شكرا فرسان أجيال اندلس كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال اندلس في أمان الله اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وإيضا لا تنسى دعمنا بلايك اشترك في القناة